كما ذكرنا برغم أن تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها لا تحظى باعتراف دولي واسع باستقلالها فإنها تحولت إلى أهم منتج ومصنع عالمي للرقائق الإلكترونية وأشباه المواصلات فأكبر الاقتصادات العالمية الباحثة عن مورد موثوق لهذه الرقائق الاستراتيجية على غرار الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ترى في تايوان المصدر الأهم الذي يعد أكبر مصنع للرقائق عالميا وتايوان لوحدها تستحوذ على 92% من الرقائق عالية التقنية التي لها القدرة على تخزين حجم أكبر من البيانات في مساحة صغيرة جدا كما تعد شركة TSMC تايوانية هي الأفضل عالميا في هذه التكنولوجيا المتطورة حرب الرقائق العالمية وسباق الزعامة تحاول الصين حسمه من خلال السيطرة على سوق الرقائق التي تقوم عليها الصناعات التكنولوجية الحديثة الصين أيضا لوحدها تستحوذ على ما يقرب 15% من الحصة السوقية العالمية لتصنيع الرقائق وأشباه المواصلات وتتصدر تايوان وكوريا الجنوبية بالإنتاج العالمي باستحواذه مع العشرين بالمئة من نسبة السوق العالمية مركزية تايوان في إنتاج الرقائق عالميا ومحاولات الانفصال أثارت مخاوف بكين التي تعتبر أكبر مستهلك ومشتر للرقائق عالميا التكلفة التي تشتري بها الصين قدرت ب192 مليار دولار هاجس السيطرة الأمريكية على القطاع الذي يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية في الوقت الحالي نبحث هذا الهاجس ونبحث الموقف التايواني مع دكتور كاميل أساري مستشار الاقتصاد الدولي والعلاقات الدولية في جامعة السوربون يحدثنا من باريس دكتور كاميل أهلا بك معنا في الرابعة أبدأ معك من تصريحات وزير الخارجية التايواني عندما نقول تايوان كأننا نقول أشبه مغوصلات وعندما نقول أشبه مغوصلات كأننا نقول تايوان وعلى ما يبدو على هذا لعب وزير الخارجية في خطابه مع الأوروبيين فما الذي تريده تايبي على قطة ديبلوماسية أهلا وسهلا أولا يجب أن هناك عدة ربما أفكار وكذلك وقائع الولايات المتعدة هي أكثر تقدما بين ضفرين في علاقاتها مع تايوان لنتذكر زيارة سيدة بيلوزي رئيسة مجلس النواب ولنتذكر كذلك وزير الدفاع الأمريكي زيارات متبادلة بشكل علني عكس الإتحاد الأوروبي وحتى زيارته كانت مستورة وغير معلن عليها والأوروبيون لا يودون أن يزعجوا بين ضفرين الصين ولماذا؟ لأن أهم سوق للإتحاد الأوروبي هي الصين وخصوصا ألمانيا والإتحاد الأوروبي عانى كذلك الأمرين لأنه لم يحصل على مكونات إلكترونية ومكونات لمواد صيدلية إلى آخرين من طرف الصين جراء الحجر الصحي لذلك الاتعاد الأوروبي هو مهتم بشكل كبير بالصناعات التي توجد في تايوان وتايوان تعرف أنها عندها ورقة ضغط قوية لأن الرقائق والشبه الموصلات تدخل في صناعة الهواتف تدخل في صناعة السيارات تدخل في صناعة التلفزيون دكتور كمير مع المخاوف التي ذكرتها الاتحاد الأوروبي من علاقة قد تتطرب مع الصين إذا تقارب الاتحاد الأوروبي مع تايوان ورقة الضغط هذه التي كما وصفتها كم ستكون مجدية لتايبي في نهاية الأمر ما الذي ستحصل عليه تايبي من الاتحاد الأوروبي تايبي تحاول أن تكون عندها علاقة يتحاول أن تكون عندها علاقة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي هم يعني في دهنهم أن العلاقات الاقتصادية لما تكون جد قوية فيكون هناك ارتباط وربما ستدفع إلى علاقات سياسية لا أقول الاعتراف بطايوان كدولة حرة لأن هذا يجب أن نعلم أن عقب الحرب العالمية الثانية تايوان هي التي كانت وكانت تسمى ولا تزال بالجمهورية الجمهورية الصينية كانت هي التي تحل محل الصين الحالية في كرسي مجلس الأمن وأقسيت وأقسيت بطرف كل الدول الكبرى بما في الولايات المتحدة ولأسباب معروفة وديمغرافية مليار نسمة ليس هو كـ 23 مليون أو 25 مليون أنا داك لكن ما هو متير للجدل بالنسبة لي وزرت عديد من المناطق الصينية في الصين الشعبية هناك تواجد مثلا في منطقة تشونتشينغ زرتها تواجد كبير لشركات يعني طيوانية هم والصينيون كانوا دائما أدكية أنهم يعزلون المشاكل السياسية والاعتراف عدم الاعتراف بطيوان بالعلاقات التجارية والاقتصادي شركة تستطمر رأيتها وقيلة لي وعلى ما يبدو دكتور الولايات المتحدة تحاول هذا الأمر أيضا نعم فصل على المصار السياسي عن المواضيع الاقتصادية والتجارية أيضا هذا يبدو من تصريحات أمريكية مختلفة تجاه الصين وتتزامن تصريحات جوزيف ووم مع زيارة أنتوني بلينكين لبكين فهنا في معادلة الجمع والطرح بالرغم من موقف الولايات المتحدة الداعم لتايوان ولكنه داعم بحذر أيضا ويأخذ بعين الاعتبار موقف بكين كيف ستتأثر تايوان في هذه المعادلة أم أنها تستشعر بأنها في لحظة قوة ولهذا تطالب بمطالبها للاتحاد الأوروبي تايوان تعلم أنه سيكون جدا صعب الاعتراف بها كدولة لأن تاريخيا تايوان لا يتجزأ من الصين تونكي تشيك لما فقد الحرب في الصين الشعبية كولا دي كان يحكم الصين الشعبية أندك لم تسمى الصين الشعبية لجأ إلى طايبي وتايوان وهزم من طرف موتسيتون الذي أعلن الجمهورية الشعبية الصينية في 1949 وكان أندك كل الدول اعترفت بأن النسبة كبيرة والبلد كبير فلا يمكن أن الجزيرة هي التي تحكم ولكن الآن الصينيون يودون استرجاع هذه الجزيرة ولكن كيف هل سيمر ذلك عبر حرب وهذه الحرب ستكون جد مكلفة بشريا وكذلك سياسيا كما عليه الشأن بالنسبة لروسيا فالطايوانيون يعلمون أنه من البراجماتية أن تكون علاقات علاقات مع الاتحاد الأوروبي ليست علاقات ديبلوماسية ولكن على الأقل علاقات تردع استعمال العنف نعم هناك نوع من التوازن حكم وضع تايوان على مدى العقود الماضية سؤالي الأخير لك دكتور كاميل حول هذا القطاع أشباه المواصلات ومن يسيطر على هذا القطاع يسيطر على التكنولوجيا الحديثة والسباق الروسي الأمريكي من ما ذكرت حضرتك بوجود مصانع تايوانية في الصين وأيضا التدخلات الأمريكية في تايوان تبدو هذه المواجهة الصعبة وقد تنتهي إلى لا غالب ولا مغلوب سواء للولايات المتحدة والصين في ظل المعطيات المختلطة دعني أصفها فهل توافق على هذه الاستخلاص أم أن هناك ما قد يحسم هذا الصباق الطيوان عندها ورقة قوية فهي ماذا تقول تقول إذا كان هناك هجوم عسكري صيني فستشل كل حركة تدفق السلع في هذا المضيق وهذا سيكلف كل الصناعات العالمية الكثير ستوقف صناعة الهواتف النقال ستوقف الكمبيوتر وكذلك السيارات فلذلك فهم يعرفون أن هذه الورقة هي قوية بين أيديهم وأنها ربما ستدفع الصين الصين الشعبية أنها لن تهاجمهم ولن تحاول السيطرة على هذه الجزيرة لذلك هناك لعبة لعبة بين الولايات المتحدة والصين وهذا ضمنها الحرب التجارية والتكنولوجيا بين الصين والولايات المتحدة الولايات المتحدة يعني هي تقول بأن العدو الأهم من روسيا أكثر وعدوا من روسيا وهو الصين وهم محقين في ذلك لأن الصين هي قوة اقتصادية لا أتكلم على قوتها العسكرية أتكلم على قوتها يوما ما ستصبح القوة الاقتصادية والتكنولوجية العضبة لذلك فيجب أن يكون هناك توازن ولا تكون هناك أي مواجهة عسكرية ستخسر في الصين بطبيعة الحال لأن الآن العالم يعرف ما يجري لروسيا ولكن العالم سيفقد جزء كبير من الرقائق من المواصلات وكذلك سلة أخرى لأن هذا البضيق يبر عبره وصلت الفكرة أذرني للمقاطعة دكتور كميل وقت ما حضرتك انتهى دكتور كميل الساري مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد الدولي من جامعة أسور ترجمة نانسي قنقر